زي ما تبعتم كده التقرير الجميل والتوأمة الرائعة ما بين نابلس وما بين الصلط يمكن الواحد محظوظ انه برنامج بيت الكل زي ما اتح لينا كمزعين عرب انا شخصيا عشان من مصر انه كان عندي الفرصة لما روحت فلسطين وشفت نابلس ودلوقتي عندي الفرصة وانا موجودة في الصلط عشان كده نفسي يكون عند كل متابعين من الوطن العربي الفرصة لزيارة اماكننا الحلوة وبلدنا الحلوة الموجودة في الاوطان العربية حقيقي فرصة ده مش كلام بس يقال في التلفزيون هنروح للملف الخاص باعداد ملف الترشح بالصلط كمدينة طبعا دولية وتبقى موجودة والذي زي ما حضرتك ذكرت المهندسة لينا ابو سليم كانت مشرفة عليه عايزين نعرف خد وقت قد ايه هذا الملف اعداده وتقديمه جديش اخذ فترة اللي تم ادراجها على قائمة التراث العالمي اكيد هذا اخت الكريم اخذ جهد كبير سواء من البلدية او القائمين عليه كانت هناك في وحدة تسمى وحدة ادارة المشاريع هذا الملف اخذ ما يقارب الخمس سنوات دون تعب او كلل وابتعرف انت بدك تدرج مدينة على قائمة التراث العالمي يتطلب الجهد الكبير والاثراء هذا الملف سواء من الناحية الحضرية او من الناحية التراثية او من ناحية التسامح او من ناحية الضياف استاذ ميشيل ايضا نتحدث عن الشراع السماوية الدين الاسلامي المحبة والتآخي والالفة الواحدة حينما نكون شركاء في الوطن نحتاج العمل الكثير في بعض الاحيان هناك اعلام مغرض اعلام اصفر حاول تشويه الصورة للمشاهد العربي وحتى العالم الغربي بان نحن لسنا متواحدون بان نحن نغرد خارج السرب اليد ليست في اليد الاخرى حتى نتقدم الى الامام كيف ممكن ان نبعث مسجات من خلال تواجدنا في هذه المدينة العريقة الى الاخر بان نقول نحن شعب واحد نحن بكل مسمياتنا بكل الواننا بكل اختلافاتنا هي هذه جمالياتنا نحن نحكي من طريق الدنيا من ايام ابانا واجدادنا نحن موضوع التسامح والمحبة موجود اليوم نحاول نطلع من الموضوع الكراهية وندخل في موضوع الوئام والمحبة اليوم الصلط تحكي عن حالها اليوم المجتمع الناس الموجودين هم يحكي عنها بشاركوا بعض حتى بالعطاء نحن مجرد جمعية انه نحن اليوم نشارك مع اي جهة سواء كان مسلم او مسيحي اليوم نحن الحال واحد انه هدف واحد انه مدينة الصلط هي مدينة احنا نحبها كتير واحنا نشترى عليها كتير ونحاول انه احنا ما فيه اي انسان يدخل بناتنا اللي يطلع يعني يخرب سمعة اللي احنا وصلنا له واللي تربينا عليه لانه هذا الموضوع صف هذا داخل في جسدنا في نفسنا في وجودنا يومي منشوف بعض يومي منتعامنا مع بعض اليوم البيت المسلم جي داره ببيت مسيحي الكنيسة مقابلها المسجد اليوم احنا ما فيه عندنا هذا الموضوع مطلقا احنا استمتعنا جدا بالحديث اللي كان من القلب واستمتعنا ايضا يعني بشافكي وايضا احمد وسلام لما تحدثوا عن الطابع اللي تركنا اليوم احنا نتحدث ايضا عن مسئولية كبيرة على بلدية السلطة الكبرى من خلال عطوفتك وشكرا على الجهود الجبارة التي تبذل للحفاظ على هذه المدينة على هذا الوئام والسلام اللي موجود فيها والروح الحلوة اللي نلمسها كل ما نوصل للسلط من عمان للسلط ومن محافظات المملك للسلط وهذا هو الاردن بالنهاية اللي متحدث عنه دائما شكرا على وجودك معنا عطوفة السيد محمد الحياري رئيس بلدية السلط وأيضا السيد ميشيل فشخو يعني امتعتونا جدا